السؤال بعد كده بيقول أنا والدتي توفت بقالها عشر ايام واحنا خمس بنات وبابا متوفي وكان معاها دهب ثلاث غوايش وختمين وحلق أوسط أختي الصغيرة إنها لما تتوفى تد أختي الكبيرة غواشة وأختي الأصغر منها خاتم وأنا غواشة وأختي الأصغر مني غواشة والصغيرة حلق حلق وخاتم أنا حاسة إنها ظلمت أختي الأكبر مني لما ادتها خاتم وأختي قالت هي فضلتكم علي وإن ماما مش كانت بتحبها أنا بتابع حضرتك دايما ونفسي أرتاح لإني خايفة يكون على ماما وز وخايفة أخت تشيل مننا وتكره ماما عايزة حضرتك تفدني وهل ماما كده ظلمت أختي لا ماما ما ظلمتش أختك خالص لأن ماما كانت بتتصرف في مالها يعني إيه ماما كانت بتتصرف في مالها ده مالها وده لها أن تتصرف فيها كما شاءت بس هي المشكلة في حاجة إن إحنا لازم الأول خالص نشوف هي قدت لازم نفرق ما بين حاجتين هي قدت الحاجة دي ليه بابا بتقوله أنا والدتي توفت بقالع عشرة أيام وإحنا خمس بنات وبابا متوفي وكان معاها دهب وأوسط أخت الصغيرة أوسط أخت الصغيرة إنها لما تتوفى تدي آه هنا بقى نقف لو إن هي قالت لها الحاجات دي بتاعت إخواتك قبل الموت هتبقى خلاص من حقها إن هي تتصرف زي ما هي عايزة لكن زي ما قالت كده أوسط إن تدي إخواتها بهذه التقسيمة للدهب ده لازم نشوف الدهب ده هي لها أن هي توصي في حدود التلت توصي في حدود الإيه فالدهب ده إذا كانت في تلت التركة خلاص طيب إذا ما كانتش في تلت التركة نخليه نرده إلى التلت ليه طيب؟ لأن الوصية لا تزيد على الثلث لأن الوصية ملها لا تزيد على الثلث وإحنا ماشيين على إن يمكن أن تكون هناك وصية لوارثة لأن دولة ممكن البنات دولة يكونوا وارثة يبقى إحنا عندنا إيه؟ يبقى يكون ده للتلت ولا يزيد على ذلك طيب إذا كانت هي دي كل تركتها لا هنخرج بس ده هنشوف الأنصبة بتاعة الفلوس دي ويخرج ده من التلت والباقي يوزع على بالمراسة الشرعي يبقى إحنا عندنا التلت فقط اللي يكون في هذه الوصية وإحنا بكده نكون خرجنا نفذنا الوصية بهذه الطريقة طيب هل الأمي بقى اللي وقصت بهذه الطريقة هل ده كان حرام عليها؟ لا ده ما كانش حرام على الأم خالص لأن لها أن تتصرف وخاصة في حال الوصية بما شاءت هي مش لازم تساوي ما بين الأولاد في هذه العطية ويكون اللي عملته ده جائس شرعا وهي أبدا ما عملتش حاجة حرام فكرة إن هي فضلت حد على حد ليس كل تفضيل يكون حرام لازم نفهم كده إن مش كل تفضيل لحد على التاني بيكون إيه؟ بيكون حرام لا ممكن أن يكون هناك تفضيل وليس فيه حرمة واحد بيفضل حد ساعده حد كان بيحسن إليه حد كان بيفعل الحسن معه فهل جزاءه الإحساني إلا الإحسان؟ لما حد يعمل كده بالعكس ده يكون شرعا بيفعل بعض المعاني الشرعية المهم إنه هو يفعلها ويبقى ساعتها لأ ما فيش ويبقى ساعتها ما فيش ظلم ولا في حرمة وده لازم نقرره وانا نصحت للأولاد نصيحة مهمة جدا 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 بلاش يا أولاد بصوا الأموال أبائكم وأمهاتكم بلاش ده أموالهم ربنا سبحانه وتعالى أعطى ليهم وهم تعبوا فيه وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم والفلوس دي فلوسهم فما ينفعش إن أنت تفكري إن الفلوس دي كانت فلوسكم لا هي أوسط بده ولذلك هي ليست أثمة وليس حراما عليها أن تفعل هذا وعشان كده ببساطة خالص والدتك ليس علي إث وما تبقيش خايفة إن ده يكون لأن كتير من الناس بيجيوا يسألونا أنا خايفة إن أمي تعذب في قبرها بده أنا خايفة إن أمي تكون منعت حد حقه وبكده ظلمته وبكده يبع عندها عقوبة ولا تدخل الجنة إلا إذا ردت هذه المظلمة لا والدتك تصرفت في مالها كيف ما شاءت وأوسط وفي الوصية لا الحق أن تفعل ما تشاء ولم تكن آثمة ولم تكن آثمة يعني هي ما ظلمتش وده كان فعل حلال وليس فعلا حراما لازم نفهم كده عشان نقدر نتعامل بشكل واضح مع هذه المسألة لأن كتير من الناس بيجوا ويجي لهم زي ما أنا شايف في السؤال كده بيجي لهم ساعات وسواس ويجي لهم ساعات إحساس بإن أمهم بتتعذب ويحصل لهم إحساس كبير جدا جدا بالضيق وبالحرج ويحسوا بخيالات ويبتدي المسألات تدخل بقى في وسواس قهري وكل دوات مفوش داعي ولا لي لازمة لأن الأم اتصرفت في مالها بما يجوز لها شرعا ترجمة نانسي قنقر